السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم ازاكات رحمة الله وبركاته يا رب صلوه خير معكم ازانيكم انا انا مضوح انتياز بازني ازيار شرخوا معاكم السي او بو دي بازني اقدر فيكم ودعش وقتكم ابل نبدأ علينا ازيار زيار مينا بالرحمة وخيرهنا ربنا يا رب يصبر اهليهم نبدأ بازني الله محاضرة السي او بو دي اه السلاي دي مش موجود عندكم في الداتا بس احنا بلدت حطناها عشان نفهم السي او بو دي عموما انتو محضروا قناة سي او بو دي اكسكارباشن اللي هو ايه هو عايان سي او بو دي عادي عرفين هو سي او بو دي بس جاي لبقى بحلق امرجنسي يعني هو كان ماشي طلعنه بسي او بو دي وساكت واقد قد ديوته زي الفل بس انا محصل اكسكارباشن اللي هو ايه يزيد يحصل له حاجة اكيوت انطبق في كوروني بس احنا وقتها نعرف بس السي او بي دي كمرض السي او دي اللي هو ايه اللي هو 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 عبارة عن مكسما بين مرضين مرض اللي هو ومرض اللي هو الانفيزيما طب ايه المرض ده وايه المرض ده بيقولك عموما هو بيتميز ان هو واحد يكح كل يوم او معظم الايام لمدة تلس شهور متواصلة في السنة يعني تلس شهور في السنة خلال سنتين يعني واحد يكح يوميا او معظم الايام خلال تلس شهور في ارطو ستسفير تعم? والدكتور عرفت التعريف ده في قدب المحاطف تعم? طيب المرض التاني اللي هو الانفيزيما اللي هو ايه هو بيتميز حاجة اسمها يعني ايه يعني بيحصل اه لليونت بتاعة يعني الالفيولون لو كانت واحدة كده واحدة كده لأ هيفتحوا على بعض الحاجز اللي في النص ما بينهم هيتشار ويحصل ايه يفتحوا كده على بعض ده طبعا هيتبقى مشكلة عليا عشان هيقلل مساحة اللي بيحصل فيها بتاع الاكسجين والساني اكتور الكربون يعني لما يكون الاريا كده المساحة كده اكبر من لما يكون الاتنين متحدين مع بعض ليه لان الاتنين دروا تشالوا فالمساحة قلبت تمام? تعالي نشوف كل مرض لوحده اول مرض معنا هو احنا قلنا التعريف بتاعه خلاص فهو المرض ده بيمرر تلات مرة واحد مبدئيا ايه هيو بتحصل في عيال نازمة يكون عنده رزق فاكتر اللي هو ايه مش كل كده بس اغلب بيبقى معهم تعم? طب ده هيعمل لنا ايه? اول حاجة ده هيعمل هيعمله هيعمل 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 لخلايا اسمها جبلة سلز عارفيني جبلة سلز ديت اللي هي دي خلايا بتنجي الميوكس فالجبلة سلز هتروح مطلع عنا فيبقى العيان عنده وهيبقى عنده كف معها الميوكس ده هيبقى لونه عادي ما فيوش مشكلة هو اه ميوكس ما عالوش اي مشكلة ميوكس طالع من من جبلة سلز ما فيوش اي مشكلة. المشكلة بتحصل امتى? لما الميوكس دوت يبدأ يتراكم يتراكم على جدران البرونكس. البرونكايت. فلما يبدأ يتراكم سوري سانية سانية هلا. هيبدأ الميوكس هيبدأ الميوكس احنا كنا عندهم حالة هي سيمبل كرونيك برونكايت. فهو جست ميوكس سيكريشن بس. من بتاع السموكين. تمام تاني مرحلة اسمها بيوكو برونكايت ليه? الميوكس هو المفروض ده البرونكايت هي مفتوحة والخلايا بتاعتها زي الفور. اه بعد ما يبدأ يتراكم ميوكس هيبدأ ايه يحصل له يعني يعني يوقف. ادام الحاجة فيها ركود فيها وقفة بيحصل عليها انفكشن يحصل عليها عدوى. طب الانفكشن دي هتعملون ايه? تقلب ايه? تغير الفاهم والسيمتمز بتاعتها. هي بتخلي لون الميوكس يبقى لونه يلوش. لو بيبقى ميوكو بيرولان. ميوكو بيرولان دي عشان حصل عشان حصل انفكشن انتبقوا في الميوكس اللي حصله اه اللي حصل له استيز. لحد دي كده ما فيش مشكلة عادي عدوى هناخد لها دوة وهيبقى زي الفولد. المشكلة ان الميوكس دوت يبدأ يحصل له ليه? من كتر ما حصل له استيزيز يبدأ الميوكس اه اه هو حصل انفكشن. فالانفكشن بيجيبه فايدة انها تحجم او تحوط مكان العدوى. من كتر ما الانسان ده عنده هو عنده من كتر الاستيزيز بتاع الميوكس هيبدأ هتتجمع وتعملينها انتو عارفين ان الفايبروز دي حاجة دايما ما بتتغيرش. فكده البرونكس هتديق. وهتبقى حاجة دايما شبه اللي في السورة هنا. ده ده عادي واسعة زي الفول. الميوكس اللي هي جبلة سلزة موجودة. اه ميوكس جيلاندي وجبلة سلزة والاسموس ماصل موجودة. اللي حصل هنا بقى حصل. فالانفكشن عام عشان عمل لها استيميليشن. ودي اللي في النص اللابيات ده ده الميوكس اكساس ميوكس والاسموس ماصل حصل لها هايبرتروفي. ده غير الفايبروزز اللي حصل. المحصلة المحصلة عند ايه? لما ده كله كان ده بقى 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 يعني دائم لان في بروزز ملهوش مش ما ينفعش نصلحه فهو بقى دائم على كده. فده يدينا محصلة ان كمية الهواء اللي داخله واللي خرجه هتقل. عملية هتقل. فبيعملان اكتر في ليه? هو عامل في العموم في الاتنين سواء او بس اكتر في ليه? عشان معه مصر زي بتحركه. انتعلمين الانتر كوسل مصر والديفرام بيساعد ان احنا قد نفسنا. انما عملية بسف. فهي مش محتاجة عضلات. فالريدي بقى ما فيش حاجة تقدر توسع او هي الساعد ان هي توسع. تمام? فهو بيبقى معه اكتر وقت اللي هو عمومة يعني. تمام? طيب. احنا وصلنا الوقتي ان احنا عندنا مراحلة كولونيج بلونكايتس ديت. الابستراكتف كولونيج بلونكايتس سمور الكلام مراحل اوي حاجة كون سيمبل بعد كيها بيبقى ميكو بريلون بعد كيها ابستراكتف ديت اللي بتوبقى الريبيردابل. ايه فهي دي الكلام ده? ده هيفيدنا اكتر لما نفهم في ندخل في المحاضرة جوة عشان يسهلناك الكلام. طيب انا عايز اقول حقيقة. اه الوقتي الكمية الهواء اللي دخلها بقت قليلة. صح? عموما قلت. ايه المحصلة بتاعتي? المحصلة ان كمية الاكسوجين اللي كانت دخلالي قلت. تمام? طب هل انا عرفت خرج السيوتو? لا ده اصلا عندي اللي ميتشوف في وعندي مشكلة اصلا ان انا خرج السيوتو وعندي مشكلة في كل حاجة يعني هنشرحها بعد شوية. طيب الاكسوجين قل وسني اكسود الكربون زي في جسم. يبا انا عندي كلمتين دول معناهم ايه? نقص اكسوجين وزيادة السيوتو. نقص الاكسوجين معناها هيبوكسيا. وزيادة السيوتو اللي هي هيباركامنية. طب هل معنى زلك المريض بتاع الكولنية هيدخل في ديزنيا? يعني هيبدأ ياخد نفسه بسرعة كده عشان يحاول يعمل وشل السيوتو مش انتو المفروض لو السيوتو تحبس في جسمنا الجسم ما بيعمل كومبنسيتيج ميكانيزم ان هو يبدأ ياخد نفسه جامل 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 عشان يعمله اوش سيوتو? لأ العين ده مش عامل كده ليه? علشان ان الاأين دول مع بعن بيعملو بيعملو يعني له هو بيهبطو 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 مش بيعمله عكس هو مش بعمله اه لا ده هو بيهبطهم byihabt الروسنتر. انا نسو الكلام ده يعملني. بيهبط انهيبشن. يعمل انهيبشن الروسنتر. تمام? لما يعمله انهيبشن العين مش هارف يحققوا ننفسه. بروحة لا ده هيبقى هاو عنده اه بريزيستنت خاصة في وقت ده هيخلي المشكلة ما تتصلحش. ليه المشكلة مش هتصلح? لان هو عنده يعني هيبقى عنده انهيبشن الروسنتر. تمام? وهو عنده هيبوكسي. وعنده هيبركابني. المشكلة هتبقى دايرة مغلقة ما لهاش حال. ليه? الاتنين دول مع بعض ما بيخليوشهوش يتنفس. واللي التنفس مش هتخرجهم. فنفضل في دايرة مغلقة. تمام? طب المحصلة بتاعتهم ايه? هيفضل السيقطه عالي. طب لما السيقطه عالي وبمعانا ايه? حاجة اسمها ايه? اسيدوزيز. اما ده كله عشان وصل لتنمت اسيدوز. ان العين يبقى معايا الاسيدوزيز اللي هو زيادة في السي او تو. كم? طيب. كده احنا خلصنا الاول تلات جمل. تلك جملة معينا. بيقول لك بيحصل ليه? اه انتم عارفين من كتر اللي حصل هيحمل على فلما يحمل على هيعملين حاجة اسمها زيادة في الضغط بتاع طب البالمونة دا مش بيحمل على بتاع فيعملين ايه? اه اللي هو بنسميها ده كله عشان اوصل لكمية كوربالمونة. ليه كيمية كوربالمونة مهمة معانا نحض ده? لان العيان لو متعليكش او متلحقش كويس او معانا لش كمبانسيدين كويس يبدأ يدخل لنا بالتبعية هيدخل لنا اللي هو الكوربالمونة بالتبعية هيجينا العيان بسيمطومز تانية. السيمطومز يعني تلاقي معايا الورلين بقديم. معا اي سيمطومز بتاعتي الكوربالمونة عموما. كونجيشن 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 في كلها. كونجيست نيك فين. كل اه في اس اس ري هيسمعه. هيبقى معايا زيادة في اللي هو هنسمعه اكتر عاري على كل الحاجات دي اه يعني ده بسبب بسبب البالمونة انها باقي الاعراب بسبب كوربالمونة تعم? بقول لك هنا انا جايبا كلام ده من كتاب دكتور العالمة عموما يعني. ديزنيا مش هيبقى عن ديزنيا والعين ده هيبقى مزرق. يبقى يبقى جسمه مورم ومزرق. جسمه مورم ليه من الكوربالمونة ان هي عمل على الجسم كله. ويسينوصد عشان ما بقاش عارف ياخد نفسه وعنده هايبوكسيا وعنده هايبركامي. اه خلصنا كده تعريف الكورونيك اوسترقتي انا عارف ان هي مش عليكو بس لازم ان بفهمين يعني ايه خاصة ان الدكتور قالت التعليف بتاعه. طعم? طب المرض التاني قلنا المرض التاني ان انا كان عندي الالفيولاي كل الالفيولاي كده جنب بعضها كده مقفولة ودي مساح السطح يعني دي مساح السطح واحد اتنين ثلاثة. لا اللي حصل ان دور تشالوا. فتحوا على بعض بقى كده. فكده مساحة السطح قلت. لما مساحة السطح قلت ده اصل على الريزبياتري فونكشن. اللي هي ايه الريزبياتري فونكشن هنا اللي هي الريزبياتري فونكشن. فيه الريزبياتري فونكشن اللي هو الانزباريشن وفيه ديفيوشن. ده يعني ايه? يعني مرور السي او تو لبره وتخل الاكسوجين. اللي هو ايه? دي عماية الديفيوشن. تمام? ان لو الاكسوجين يدخل للجسم والسي او تو يخلوك برا الجسم. العماية دي هتتأثر. ليه? عشان مساحة السطح قلت. فبالتبعية هيحصل انه اللي عندها هيبوكسية. بس من رحمة ربنا يعني او ان الساني اوسط الكربون بتاعته عالية او. فبيقدر يعدي. يعني السي او تو هنا في مريض الانفيزيما هيعدي. هيبقى معايا نور مكابنية او هيبوكابنية. يعني هيبوكابنية بس بسيطة. يعني هيبوكابنية مش هيبار كابنية اشربية حالة اللي فاتت. ليه? عشان هيخرج عادي. طب لما هيخرج عادي. والمريض عنده هيبوكسية بس. يعني هيبوكسية ديت. هتعرف روح عاملة لما تعمل هيدخل عيان في ايه? في ديزنيا. يبانا كده عندي عيان انفيزيما هيدخل في ديزنيا. بس عيان مش هيدخل في ديزنيا. محصلة المراضين تاني. انا بقول ده كل بس عشان فهمين المرض. السيقو بتيه هو عبارة عميكس وبين مراضين. طب انت هتقول لي هنا في ديزنيا وهنا هنا ما فيش ديزنيا. هنا في ديزنيا. اني اللي هيمشي هو بيبقى ميكس. لاما العيان يكون ماشي اكتر في سكت انفيزيما. ده لو كان معايا اي مشاكل تدخل في سكت انفيزيما. في فوس انفيزيما في طرق مش هندخل فيها. بس اكتر ناس معرض الانفيزيما. الناس اللي عندهم نقص في في الالفا وان انت تريبسن. تمام? الناس دي هتبقى ماشية في سكت اكتر انفيزيما. في ناس لا ماشية في سكت اكتر. المحصلة لان المرض بيبقى ميكس ما بين الاتنين. اللي هو والانفيزيما. اه هقول الحاجات اللي قلتها تنين بسرعة. دوت عبارة عن مرض ان عيان يكوح معظم الايام لمدة تلات شهور في السنة. تلات شهور في السنة يعني انه محصلها ستة شهور في السنتين. لمدة السنتين متتليتين. تمام? بيمر بتات مراحل الاول بيبقى ميكس عادي بس. بس نتيجة انه حصل له وبدأ يتراكم. هيأصل عليه ده اللي بيخليه اه يدخل في اه اه كورونيك اوبساكتو برونكايتس. تخلي الميكس ميكو بيرلونت. بعد كده منكتر يتراكم الميكس ومنكتر الانفلاميشن وانفكشن. هيتيجي الفايبرو بلاست وتعمل الفايبروزيس. فالفايبروز ده هيعمل هيضيق البرونكاي. لما يضيق البرونكاي هيخلي العين مش عارف ياخد نفسه اللي هو هايبوبينتليشن. مش عارف ياخد نفسه كويس. فده هيقلل لنا الاكسوجين في الجسم وهيعللنا ساني اكسيد الكربون. زي ما بيقوله المركب اللي ارى يا سيمة بتغرق. فعشان احنا عندنا آآ الاتنين دول كل واحد لوحده كل واحد لوحده بيعمل ده الواحده بيعمل استيميوليشن ده الواحده بيعمل استيميوليشن. انما الاتنين سوا الاتنين سوا بيعملوا انهيبيشن ليه عشان هم بيعودوا يتخنقوا. انا اللي هعمل انا بس احنا بنبصمقها كده يعني. اللي اتنين سوا يعملوا انهيبيشن في اقل نفسه. فهتبدأ لحالة مستمرة. ما انهاش آآ لازم ان احنا نتدخل عشان نوقفه. الجسم شاعة فيعملها الكمبنسيش. تمام? آآ لو ما العين ما تعليكش بيبدأ يحمل على البلمونيوري ارتليس فالتده يدخل في البلمونيور تنشن. البلمونيور تنشن روح انتخلنا اللي هي الكورب المونال. الكورب المونال بعد كده هتعملها سمتمس في الجسم انه هو تخله جسم مورم. اللي هو اللي هو اسسري وكل الحاجات دي تعم? عالناحية التانية المرض التانية هو الانفيزيما ده مشكلة في ان حصلها دايلاتيشن. او او ازار دامج اف الفيولارول. اا بتاعتها انيبه عندها اللي هو السيرفيس ايلي قلت في كمية اللي هو اكسجين يدخل او يخرج. اا عن طريق الفيولارول دي هتقل. بس من رحمة ربنا ان السيني اوكسيد الكربون اا بتاعته عالية فبيقدر حتى في المساحة الاولادين هو يخرج. فالمحاصلة ببقى معي هايبوكسية بس بس نورمو او هايبوكابنية. فالعيين ده بيعرف فيه قل نفس وعادي من الهايبوكسية اللي واحدها تروح لتعمل اا استيميشان الوزبات والداخل العين في ديزني. مريض السي او بي دي هو ما بين الاتنين. اما يكون دا اللي زايد او دا اللي زايد او الاتنين مشتركين مع بعض. تعم? تعالوا ندخل بقى على الكلام الموجود في المحضرة وان شاء الله مشان طويل. اا السي او بي دي بيقول لك هو مرض يتميز ان هو عنده. او بيعرف ان هو هو سي او دي او كان هو كده كده فيه مشكلة. بس اللي هي اصطر معي اكتر اللي هو عشان هو بس. تعم? طيب. اه زايد او دي بيبقى معايا ميكس ما بين مرضين. مرض الاول هو المرض التاني هو الانفيزيمة لده لده. او هو ميكس ما بينهم بدراجات مختلفة. اما ده اللي يعلى او ده اللي يعلى. تعم? ايه بقى الريسك فاكتور اهد خاني? بقول لك هو عموما الريسك فاكتور الريسك فاكتور الثاني انه بيقول لك لزاين واحد فما من البيشنط عندهم الفا وان انتتريبسن ديفشنسي. لأول حاجة النقص ده بيدخلنا في سكة انفيزيمة. يعني ده من الكوز بتاعت الامفيزيمة فأكيد لسه نحط في فاكتور ان هما الناس يبقى عنهم مسلا في الفا وان انتتريبسن. النورمال بتاع الفا وان انتتريبسن اهل من خمسة مايكرو بس اه سوري النورمال من عشرين من تمانية واربعين. العينين دول اللي عندهم ديفشنسي نتلاقيه اقلي من خمسة. بس كده كده عيني سيو دي مش هروحي من التحليل عشان يعرف عندي ديفشنسي ولا? يعني احنا احنا بنعرف سيو دي مريد سيو دي ازاي? لو انا في العيادة بعرفه من آآ كانت الدكتورة برضو قال في محاضرة ان الكرونيك برونكايتس بفرقها بالهيستوري. انما الامفيزيمة يعني العيال مش هيبعرف ان هو عنده انفيزيمة. مش هيبعرف ان هو عنده شيست مسلا. لا هو ممكن يبعرف عنده كرونيك برونكايتس. اشهر يا دكتور او تلت اشهر. اه السنة دي والسنة اللي هاتتت وبقالي فترة وماشي على قدبيه كزا فهعرف ان هو عيان كرونك برونكايتس. بس انا مش هعرف ان هو عيان انفيزيمة. العيان انفيزيمة ده لازم نعمل له آآ الاشعة ولازم نعمل له الباصولوجي هو اللي آآ بيان لي مش آآ مش 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 بالكلام على العيان او الهيستوري. طيب. احنا محاضرتنا احنا محاضرتنا على الاكيوت بتاع اللي هو عيان طول عمره عارف ان هو عايش بالسيقو بدي وماشي على بخاخة كل الكل. بس حصل له حاجة هو ايه? حصل له حاجة عملت له اللي هو علت المرض. لان انا كنت ماشي كويس دكتورة ورواضي. ايه اللي حصل لي بقى فجأة كده? الاعراض ذات معي لي بقيت اكوح اكتر لي. بقيت مش ادارة اخد نفس اكتر لي. انا مقنش عندي كان مسلا سكي تلكلونيك اكتر انا بقى عندي ديزنيا. ديزنيا على فكرة بتتعب العيان حتى لو هو مش عارف اهميته انه بتعمل بوش رسيو توب بس هو هي بتتعبه وهو بياخد نفسه اه ديزنيا متعبة. والده اغلب عينيه على فكرة بيقولنا كتير خاف الاستيبات. تعم. اللي بقى اللي خلى اللي خلى العيان يدخل في السكة دي. اللي خلى الحاجة الكورونيك اللي ماشي بيها تدخل في حاجة اكيوت. بيقولك بيعدي في ايه هما? اول حاجة يحصل له سوء اطلا في اي عدوى زودة الموضوع هو مش ناقص. او عيان ماشي على عيان ماشي في سكة ليه? هو اصلا مش ناقص هو اصلا العرضة اللي يدخل في قربة المناة. هو دخل في البلورة طب الهوا ده هيدخل ازاي? عيانين السموكينج على فكرة عرضة جدا ان يحصلون من الوسوركس. وآآ دي يا شباب دي الفيولاي. تعم? بتحصل ازاي هي لها تلات من كانزباتنا الناجعوية بس في حاجة منها اسمها رابشو بليب. رابشو بليب يعني ايه? شايفين الالفيولاي دي? دي ودي 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 ودي. واحدة منهم تفرقع. من كتر الهوا اللي دخل فيها فاتفرقع. فلما تفرقعت روح مدخلها الهوا في البلورة. ما هي فرقعت ايه الافيولاي دي مش فيها الهوا جاي لي انا بتنفس دخل الهوا في في البرونكاير راح بنوصل ال الافيولاي. في واحدة منهم فرقعت. فلما تفرقعت راح مدخلها الهوا فين هتودي فين هتوديه البلورة. فيبدأ الهوا يتراكم مرة على مرة وعلى مرة يروح عاملها نيمو سوركس. وده مشهور جدا مع مرضة السموكينج. وبينخص اصلا من السموكينج عامل نيمو سوركس او واحد جاي لك الاستقبال كده وشكت مسلا انا هو مش قادر يقل نفسه. يعني هي بسطفة ان الواحد يفتكرها الصراحة لان مش دايما تبقى السيمتومز بتاعتها واضحة يعني يلا مش هتخلوكس الكريم. بقى الحاجات اللي بتعملت اه بالرسيبتينج فاكتور الهايبوشوسفاتيميا والهايبوماكنيسيميا او اي هايبر ميتابوليكستياتي. يعني عين دخل في فيفر لاي قوز مهام ان كان. سيبسس اي اه اي قوز يعملها فيفر عموما هيروح مدخلقه هيعمل اه اكيوت اه انطبو في كورن. طب انا الوقتي انا عارف ان العين سي او بي دي. انا بس عايزة اعرف هو في اكيوت اه سيمتومز الوقتي ولا مش في اكيوت فانا هعمل له شوية ايه هعمل اخل منه هستري اعمل اعمل اكس ري وهكذا. ايه دي جنوزة بقى بتاعي لانها هعملو عشان اعرف اكيوت دي انا عارف ان هو عين سي او بي. انا عايزة اعرف هل هو في اكيوت فعلا ولا. هاقوم منه هلاقيه مسلا يبيل لك ايه? انا في زيادة في يبقى فيه في الوقتي الحالي. فيه اكتف انفكشن. كيمياتي يزبطه متغيرت. بتاعيته بسهما مباشو واخدين بقى من آآ لازج اكتر لا ده مخشم مش بيخرج حصله يعني هو حاسس ببلغة مس مش عايزة يخرجه وهكذا. طيب انا عادر اعملو ايه? انا هرائب العين. هشوف هل هو بتاعته وسطة الحد فين? هل هو بقى يستخدم اه مصل ولا لأ? اه اشوف الويزيس. اه اه عالية ولا اه في الوجود ولا اه هبص حسيمتون بتاعت الراس سايد هارت فيليار كول بلمونال هشوف بتاعته متأسرة ولا لا وهكذا. يقول لك انت ممكن تشوفها خاصة حاجة اسمها يعني ايه? هو انت بيتنفس عادي من ما خيره جامد بس لما يجي يعمل انت عارفين ان هو عنده في فلما يجي هتطلع نفسه ومينطلعوش من الخير ويطلعوا من بقى. بريث اوت من النسام ليه? عشان هو اصلا عنده في العموما. هو الوقت في فترة اكيوت فالبقى اكتر اكتر من الاول فهو لازم ان يعمل بعد كم يمكن يعمل رابط شلو بريثنج ياخد نفسه ده يعني بياخد نفسه للاخر ومدرة النفس بيكون طويلة. انما رابط شلو بياخد نفسه بسرعة. الهوى ما يلحقش يوصل يعني بياخد الهوى بسرعة ويخراجه بسرعة. هو بيحاول يعمل من كتر الهايبر كابنية اللي موجودة. تعم? ده اه كمسيت الميكانيزمي الجسمي بيعمله. طب اه ممكن يوصل لايه? يعني اه اه اكسسوري اكسسوري مصر. انت عفين مفروض في الانزبيريشن احنا نستخدم ايه الانترقوس للمصر والده فراين. لا في الحالة دي من كتر اه من كتر الديزني اللي عنده من كتر المشاكل في في العموما هيفدأ يستخدم الهيين المصر وجميلر اول مصريل للي الابدامني المصري تعم ممكن يحصل له شهادة اسمها السورجو ابدوما لبارادوكسيكال بريسينج ما شما يضفترة اه كنا قفينك عندي السورجو ابدوما لبرادوكسيكال بريسينج اه يعني ايه برادوكسيكال يعني عكس النورمان يعنيinnwww يعني احنا المفروض مسلا الاميل يعني بيتنفسهه ابدوما لصراسق والفهميل السورجو ابوما وللمفروض اسنائي الانزبيريشن متى كتاهض نفسك بتلاقي الشيست بتاعك بتطلع لفوق وبعد كده ينزل لتحت فهو العيان ده عنده مشكلة اصلا في الاسباريشن فبيبقى وبيستخدم الاسباريشن فبيبقى عنده عكس النورمال يعني بدل ما الشيست مسلا يطلع اثنان الاسباريشن لا ينزل اثنان الاسباريشن ويطلع اثنان الالمهم ان هو عكس البتر من النورمال ولها كزا سبب مسلا لو كان سبب دايافراغماتيك برايسيز هيبقى لها شكل معين البرادوكسيكال بيشوف اني جزء ويعمل عكسه يعني لو في البراليسيز لو كان اصد يعني انها لها كزا باتر لها كزا شكل على حسب الاصابة في اني جزء نكمل احنا كنا نتكلم فيه عشان من توخش على المنطقة لعيان انا عارف ان هو سي او دي وجايري بحلقة حلقة اكيوت فانا عارف ازي ان هو اكيوت اول حاجة عرفت بكوحة زي دا الايام دي اا الديزنيا زي دا الايام دي الاسبيوتر من هنا تغير بعد كيها ابدأ اشوف انا بيشغل الاسبيوتر مصرز بتاعته الايام بانايا هشوفه بيستخدم برسد لب بريثنج ولا اا هشوف لو بدأ ياخد رابط شالو بريثنج اللي من كتر ديزنيا استخدم الاكسيس بمصر ولا اا عنده صراكة ضمن البرادوكسيكال بريثنج ولا اا حاجات الفعالية انا بشوفها انا يعني انا بشوفها في الاستبال مسلا هشوف مسلا البرسد لب بريثنج او شالو اا بريثنج بركز برضو اكتر على الويزيز هشوف الويزيز متغيرة ولا اا في كراكلز تدلني في انفكشن ولا اا بيقول لك في حالات السيفير مش بعرف حد اا ابدأ انا بقى دكتور المفروض شواطر ابدأ هو لسه عين كان سيقو دي وماشي ومتقلم وزاي فل هبدأ انا ادور في كرب بالمونار ولا اا هو ممكن يعني ما يكونش لسه دخل بس انا بقتي وجايله حالة اكيد مشوفه حسين يكون دخل في كرب بالمونار انا مش عارفة فلازما حتى لو الايام ما جاش اشتاكل لك ان رجل ورامت لا انت تسأل رجلك ورامت لا واتي اعتمدش على كلام ولاабат بص على رجل شوف فيها اا فيها ��요 لا او الا الanciesive انه الي بقى ده او لا اشوف فيكم في النهي كوب دي وانا في العام ممكن هو ما يلاحظ بس انت عارف ان اسيقو مرية صيوب دي ممكن يدخل في كورب المونار فانت لا انت هتم كدكتور يعني فاعراضي الكورب المونار اللي هو ايه اللي حصل عشان ندخل في كورب المونار مارية صيوب دي اا طبعا حصل اا ذو بالمونج من كتر التحميل من كتر الكل هنحصل في البيلموني الارتري. البيلموني الارتري دياء جدا اللي هو الليم بقديمة. آآ تلاقي عنده هبات المتجالية هيكون تندر كمان. آآ تلاقي عنده في تسمع ده غير ان انت اصلا بسبب هتسمع ان البيتو عالي اللي هو في هيكون عالي سبب دي كلها هتعرفك العيان دخل في كل برموناولا. ومهم جدا انك تعمل لها عشان تعرف انها هتعامل زي ما على عيان. اللي انت يستطيع لك ممكن تتأثر آآ هي تتأثر ليه بسبب هاي بخصير الحصة بسبب الهابر كامية سعب بسبب اللي حصلت والفيفر كل حاجات دي هتلاقي العلم دروك معيك مش مستوعب كويس وهكذا. احنا كده كنت خلصنا ايه? عشان بس منتوش من بعض. احنا يا شباب كنا بنتكلم آآ في احنا عارفين هو اصلا سي اوب دي. احنا الوقت بدأنا نشوف هل هو آآ هو ماريسي اوب دي عادي متابع في العيادة. احنا اللي حصل لك آآ آآ زيادة في الكوحة زيادة في ديزنيا تغيير في لون اليسبيوتم. هابدأ عمله فيزيكال ايجزاميليشن فيزيكال ايجزاميليشن هيتضام ان انا بص على شكل بتاعه اتغير ولا اه دخل في الاسبيرات والاسترس ولا اه هاشوف لو كان عنده برس لب بريتنج او رابط شالو بريتنج او اشتغل الاكسيس بمصنف تاع الاسبيريشن او روكة بدون البرادوكسيكال بريتنج هابدأ اسمع اشوف في ويزيس ولا لا اشوف اشوف كراكلز ولا اه اصلا بريت هاوند مميزة ولا اه هابدأ اعمل اه اشوف العين دخل في كورب المونال ولا لسه اه الكورب المونال تحت مع سفير سي او بدي هاشوف ان انكريز في الجاجل الو فينس ديستنشن هيباتهم هجالي بريفرال اديمة اه اسس ري انكريز بيتو هاشوف ان منتا السيس من تأثرة معاهم بالسيبسز او الفيفر او او المهم جدا ان انت لو عارفين ان احنا في الاستبار اول حاجة بنعملها العيان خلاص انا بشية تازمل اغشان نشوف فيها ولا اه وعلى طول بنحق ان نحطوه على ده عموما يعني المهم احنا الوقتي خلصنا ايه اللي هعمله العيان بل زه مش بيحصل اصلا في الاستبار يعني هو بقولك ايه احنا بنعمل له بنعمله بنعمله بنعمل له احنا بنعمل دي ودي انها ده بنعمل هيش احنا نتعامل على طول. اه اللي هعمل له اه ممكن نسحب اي بي جي. لو العيان اه اه احنا شكين قدامنا ان هو مش مش كويس يعني مسلا اي فيها اي بيوكسي جامدة نعمل له اه اه بالاكسجن مسلا نحن عاملنه اي بي جي نشوف دخل في اسيدوزز ولا لأ فطيرين اسيدوزز اللي اخدت قلتها في الاسيدوز بسبب الهيبر كمني اللي حصلت وهكذا. الا بالرات شوفان جمال اللي انا هعملها. اول حاجة بنعمل طبعا بالمونة ده زي ما موجود في الكتابة ومفروضني بتعمل الصراحة بس ما ما بتعملش. او مش بتعمل في الاستبال العمومة. بالسبيروميتر اعمل ايه? بشوف اه بحسب الفرصة في اول سكن والفرصة كباستي عموما انا بشوف الريش ما بينهم. المفور لو يعني عنده مسلا هي هي لها يعني حسب كل عيان سنه وسيكس والريس ولها لها كل حد يعني له قيمة معينة. بس بقول لك بالنسبة لواحد اه خمسين مية ارد بيرسون طبعا السبعين في المي. ماشي? ده اللي احنا ماشيين عليه. طعم? طيب. آآ عموما هريا قلل من سبعين في المية. ده في عيان سي اوبو دية. انتو عفين ان الريش دي هتفرقدني هو كان sorrective disease ولا Goodbye فقدامها قلل من سبعين في المية وهو تعم بتعمت فرصة فيها دي دي كمية الهواء اللي العين بيخراجها بعد ما ياخد دي. تعم? إنما فرصة ده كمية الهواء برضو اللي العين بيخراجها بعد دي. بس في اول سنة. إنما الفرصة فيتال كبس دي في الوحدة. في الواحدة عمومة. طيب بيقول لك بقى ان القيمة بتاعتها هلاقي الرشو دي قلت. ده في عيانة دي عشان هو باستراخد بالزيز. بيقول لك كان بياسيز بالفي اه اه اللي هو فرصة اه 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 كل واحد على حسب تعام بيقول لك في حاجة اسمها ده مهمة ده مهمة عشان او قللك عيانة دي ماشي اسمها مهم. كل الزيز له معينة. دي اسمها اللي ماشينا عليه عشان نشخص مريض سيو بدي هلا هو بمدر سبير وهكذا. طبعا? طيب بعد كده بعمل احنا ايه بنعمل? طبعا احنا مفروض اصلا نعمل دخل في تشخيص دي عموما عشان نشوف ونشوف الدايفران بقى فلات ونشوف ده في مريض سيو دي لو كان اللي هو مش جايلي في حالة انما بعمله في حالة عشور هو عندي ده انا بعمله في حالة اه في حالة عشان الحاجات دي في حالة الطوارئ بعمله في حالة الطوارئ عشان اه شكف نيمونيا شكف شكف نيموسوركس هو في البلورة. انما في العادي مريض سيو بدي انا كنت تقاصع عملت له ساعة معرفته اشخاصه بالمرض. فاهميني? ده الاسباب ان انا بعملها ليه الوقت? معك انا بطلوب آآ انا كنت قلت لكم ان العيان آآ سواء آآ عيان لو هو ماشي في سكة بيبقى عنده نقص في الاكشوزين هايبوكسيا وعن زيادة في الاسف الاتنين موقفين فهو بيفضل على الحال الدوات فالحال ده بيدخلوا خاصة انه كان معه بتاني الاسدوز على يموت. فده اللي عنده ممكن يجي لك مرة باكد او يكون برشة اللي هو اكيد انتوب كورونيك اعين كان كورونيك وانا حصله بس حصله ميكانيزم معايا الجسم بدأ يحصل كونبانسشن فتلاقي بارش اه آآ بتباني في ورقة ان انت تلاقي مسلا معها زيادة في في اله في البيكارب يعني مسلا على فون انت الاسدوز بعرفها زي بلاي بي قالي من سبعة خمسة تاتين. احنا النور ما عندنا البي من سبعة خمسة الاتين Active واربعين. فانه هبص في ورقة اللي باتش سبع اهل باتش سبع خمس واراتين. اروح بص لاشوف اسبابها. هل هي سببها زيادة في سي او تو ولا نقص في البيكارب. هلاقي انا هنا في مريض دي هلاقي السي او تو عالي. اكتر من خمس واربعين. هبص على البيكارب. لو ما حصلش لو ما حصلش بايكارب. ابص على لو ما حصلش كومبنسيشن هلاقي البيكارب نورمال. تعم? اه لا حصل كومبنسيشن هلاقيه ايه لا بدأ يبدأ يعلن. الجسم بيبدأ يعمل لكم منطيشة. تمام? فيه بقى اللي هو في في اللي هو تام? بعد كده بيقول لكم نكون عينة هلاقي عنده الكالوزيس. بس عيني لما لاقي عنده الكالوزيس ده بيبقى معناها حاجة ماكنين. اما بيستخدم او اه ركب اللي هو ده اللي هيدخل عين في تام? طب لما هيحمل الجسم بقى هيبدأ كده تبدأ تتعايم تقول لأ انا دخلها في اه موقف فتبدأ تعمل لنا تبدأ تعمل لنا حاجات كتير تعال لنا البيكارب تمام? ده كل الجسم بيحاول يعمل للأسيدوزيس اللي حصل. ايه تاني اللي بيحصل في اي بي جي? اما لاي العيان ده خلي في اكيوت خاصة لما معي هيبقى جايل بأكيوت ايه زي الفل او العيان اصلا كان وعنده من زمان فبدأ يحصل له او بدأ ايه بقى عيان عادي وبقى عنده زيادة بس زيادة يعني. اللي هو الجسم بقى متعود على نسبة العالية دي. اه اه او يدخل العيان في يعني اللي يدخل العيان في اما يكون واخد او واخد اه اه مش عايد بقى تاني هنا احنا اه كده خلصنا الدياجنوزيس احنا عملنا الدياجنوزيس بالكلينيكال وعملنا بالفيزيكال وعملنا التحليل اللي هو وعملنا الاشعة واخدنا الاي بي شي نبدأ بقى نشوف اه احنا هنقسم العيان هل هو اللي هي ايه قلت لكم دي مهمة جدا اللي فاضل حاجة بسيطة ان شاء انا خلاص اعطون. فين الثانية واحدة. اه بيقول لك بقى انا قسم العيان هو ولا 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 دي. احنا قلنا هنعملها على اساس ايه? على اساس اللي هو ايه? على الفرس الفيتال كبسة. احنا قلنا في كلهما يقبوا قل من سبعين. كلهم قل من سبعين دي عشان قدقوا سرقت الزيز. فاحنا هنسبت ان احنا عندنا الرشو بقى تقل من سبعين. بس هنبدأ بقى نشوف بتاع كل واحد يعني فرسة اكتر من تمانين في المية. لأ مودرة هيبقى ما بين تمانين لخمسين. طيب لا سيفير ما بين تلاتين لخمسين. هبقى من تلاتين. تعم? والتاني. احنا هنسبت ان الرشو عندنا بقى تقل من سبعين خلاص. اللي هيفرق مودرة من سيفير من فير سيفير. اه الفرسة بتاعه. لو كان ميد دي هيبقى اكتر من تمانين في المية. لو مودرة هيبقى من خمسين لثمانين. لو سيفير من تاتين لخمسين. لو فيرس سيفير سي او بو دي هيبقى قلي من تاتين في المية. تعم? طيب. خلاص احنا عرفنا ان هو عين سي او بي وعرفنا ان هو في اكوت ستيج. انا بقى عالج ازاي. اول حاجة نازم ان العين ده بالفينتليشن. لأ عشان هو عنده هبقصي عالي. فهازم احطول الاكسجين والطمن الفينتليشن نبقى كويس. بعد كده هو عنده في البرونكس. ابدأ اديله حاجات توسع البرونكويل هو بعد كده ممكن اديله كورتيكوستوريد كورتيكوستوريد انتي انفلماتري من ناحية تاني حاجة اه كويس وكده بس انا في في تحفظات على استخدام الكورتيكوستوريد بس عايز اقول لكم احنا استقرار بنستخدامه عطول. الحاجات السلوك كورتيكوستوريد بسرعة العيان. المهم. اه وين استخدام انتي بيتك لو هو في هسر. تعال نشوف كل واحد لوحدها. اول حاجة انشور مهم جدا تلحق العيان تضبط الاكسجين لها عشان ما ندخل في هيبوكسل. الهابوكسل دي ممكن تقصر عبين يدخل بعد كده في برين ديس وخاصة العيام مات منها. تمام? اه الجول بتاعي احنا احنا بنقيس بالاكزيميتر بنشوف نسبة اه احنا ماشيين بنشوف لو هي قليل متسانين في المية نرحل نتكلم النايب. اه ولازم ان نحافظ عليها في رنج معين. كل عيان نورينج معين. ايامنا كانوا حاطين لكل حرفياً كل بيشانت من كل مرض حاجة. بس هم عندنا هنا جاي بينها بس. بس مهم جداً تحفظوها لانا كان جايننا اسئلة في الامتحين. يعني بقول لك زي تقول اه بتاع الاكسجين دي البرجر خمسة وخمسين لستين. ده بتاع الاوتو. من خمسة وخمسين ستيني ارتيريا من تمانية وتمانية وتسعين في المية. ده من حفظ على العيان ما بين تمانية وتمانية تسعين في المية. وده مهم جدا تحفظه الرقم ده. مهم جدا تعرف كل عيان بياخد انهي رقم. طيب الناس اللي عندهم لأ انا بحفظ على فوق تسعين في المية. تاني بقى الكمة دي مهمة تعرف العيان بتاع عيان مهم جدا تخلي بالك ان هو لازم يكون فوق تسعين في المية. عشان ده كانت جاءتنا في اساتي. فلازم انت فرق انت العيان معك كورنري ولا لا تعم? بيقول لك ايه? الناس اللي عندهم اسيديميا اللي هو في الاكسوجين. احنا قلنا هنلاقيين. الجول بتاعها ان انا حفظ عليين خمسة وخمسين من ستين. خلي بالنا برضو متقومة بتاعته. اه بيقول لك في الاكسوجين او هيبر كابنيا. ما زيادة في الساني اكسيدي القربون. اه هيعمل طبعا تشنجو في او هيمي ديناميكا. العيان اللي تلاقيين بتاعت متأسرة او هو عموما هيمي ديناميكا بتاعت الانستابلتي او عنده هايبر كابنيا عالي قوي بحطه على ميكانيكا الفينتليشن. طيب. او ممكن استخدم بدلا ميكانيكا الفينتليشن. ايه هي الانديكيشن. ايه 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 بيرجر في الاكسوجين والهيمي ديناميكا انسابلتيكولات دخلني في ميكانيكا ممكن استخدم. ممكن استخدم اللي هو ان ده هو برضو السباب تمام اللي هو اه في اللي مهم جدا تخلي بالك ان ده بيفيك جدا في بس معين يعني لو العيان مش موجود في الحالات دي لأ ما ينفعش استخدمه ايه العيان اول حاجة لازم ان هي بعرف او نزم ماسك اللي هو العيان قادر يستقبل او يتحمل الاكسجين على وشه او متقبل ان هو يتحط ده وان العيان يكون متعاون معك في العلاج ده لايه في ايه العيانين من كتر بتاعته آآ متدهورة ما بيقدرش يستحمل ايه شاله حرفيا شاله ورماو مش مش قادر يتتوعبه ومش قادر يتعامل معي ليه كل الحاجات دي هو اصلا هي ممكن يعملها اه هلبوز للدنيا اكتر وكده مش هيعليك العيان تعم? بيه بيه يبقى لازم عشان انا دخل العياني على لازم العياني يكون مع لازم العياني يكون مع معاك في العلاج دوت لازم يكون عنده وزاوة ولا 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 اي حاجة من دول مش موجودة هتدخلها على تمام? مهمة جدا تفرقوا امتى تتخدم مكاني كالفينتليشن ومتى تتخدم اللي هو ايه? طيب انا خلاص اه طب على الاكسوجين وبدأت حافظ على الاكسوجين لو معظم العياني حافظ عيون تلائمين وتمانين وتسعين عياني كورونا ريورتي حافظ عيون فوق تسعين في المية طب بعد كده اعمل ايه? اوسع بقى اعمل تقدي برونكو دليلاتر نوعيني برونكو دليلات اللي عندنا اللي هو اه بيقول لك البيتا تو اغنس بديها اه بخيتين او اربعة بديهم كل تلت ساعة لمدة تلت مرات يعني هو ياخد تلت مرات بس كل تلت ساعة بعد كده هدهاله كل ساعة او ساعتين لحد ما الحالة تتحسن معي ويبدأ يكون في برونكو دليلاترز كويس هبدأ ادي في الحالة دي من كل اربعة ست ساعي انا بس عندي مشكلة مع البيتا تو اغنس اه كانت الدكتور قدى صايد افكت يعني يمكن نبهلكم سألوها لحاجة ان هو اه مشكلتي معي هو طبعا هو صايد افكت كتير بس الدكتورة بتقول اهم من صايد افكت بالنسبة لهم كانت ترامورس تعم? الدكتور قد كده في محاضرة. فنخلي بقى لنا يعني اهم صايد افكت للدكتورة شايفية ان هو تريمورس تعم? في البيتا تو اغنس. هي ركزت عليه يعني. تانية يا برونكو دليل المعينة اللي هو الانتكوينيرجيك اللي هو الاتروفنت. ده مشهور جدا عن دفل استقبال. اللي هو الابرة ده هو بيبقى افكتف جدا والصايد افكتف بتاعته قليلة. هو بيشتغل كآآ يعني يعني بيقوي تأسير بيتا تو اغنس. احنا بنحن بندي الاتنين سواء. مش واحد لواحدة. لا احنا عايزين نوسع العين جاي في اكيوت يعني هو كان عين اصلا وعنده ديء وماشي به. هو الوقت الجاي بديل زيادة فنديله الاتنين يقوه بعض. اهو بيقول لك اللي هو التحطط يعني بس هما بيخافوا منه علشان الكورتيزون بتعارفين بيزود ممكن يدخل عين في فونجا تزود الحالة سوء مش مش متخلاش تحسن. بس صراحة عندنا بيقولوا كانت الدكورة يعني بتقول لكم ان هو مدارس يعني فيه ناس تحب تديهم في ناس تحب في الاستبال بيتدوه. انا الصراحة مش عارفة هل هو بيفيدوه. لا بس في حالات كتير بيجي نفسي او دي مش بسبب مسلا. فعادي في الحالة دي ممكن اديه لها. هما بيدو عندنا برضو حقنا واحدة. يعني هنا مسلا بيقول لك ايه مسايل بريدين سلون ده اللي هو سولي ومضرور. اه نصف ميلي جرام لكل كلي جرام. اي في كل استساعات. لأ احنا بندي حقنا واحدة في الاستبال. من ناحية اللي هي بتعمل برونك دايليتر ده حل وقوي. فبتدينا ان العين يرتاح. احنا هم حاجة عناها العين ده بيجيناها بتسترس فضيع. بالبقاء والله حرفين النساء في النبشاري. انا الحين يا دكتورة انا عايز اخد نفسي. انا مش قد لا اخده. انا عايز هوا. مش عايز منك اي حاجة قد ندخلينه هوا. بجد حرفين ده كان العين كان معايا كده على السرية. فهو العين ده المادي الكورتزون هوا يرتاح. او بيدلو بريدينسون اربعين ستين ميلي جرام كل يوم. اه ده اورل لمدة تلاتة ايام. مع كي انا ببدأ اعمله تابرينج اللي انا ايه اعمله اه بقادل في الجرعات عشان نعمل انسحاب لي ما يعملش تادي فيك يعني. تاني الكورتيكوسترويد هي ترايل. اه الدكتورة من نسبالها يعني الدكتورة عشانها بطنة. قالت ان هما مش بحيبوا يدوها بتوعشست بس هما اللي بيخطروا يدوه. وده فعلا ان عندنا بيدو. يعني بتوع البطنة ما بردوش لو سألناه ويقوله لأ انها بتوعشست لا ادوه عشان احنا عادينا عميل مرون قضا يليطة. فاما تجد بردينسلون اللي هو وصله لنصف ميلي جرام لكل كيلو جرام. اه ده كل ست ساعات. احنا في الاستيواء بنديها لحوان واحدة بس. اه اما بردينسلون اللي هو اللي هي موفلس او دنيمونيا اه ده في معظم فانا بدي له لحد ما يطلع ايه المزرعة بس ده طبعا ما بيحصلش. احنا بدي له ويروحوا بيه. ايه القدرة ممكن نديها? الدكتور قالت اهم حاجة لهو الامجسلين والديكسيكلين. طعم? ده اهم حاجة فعلا بنديها له. بس في تاني اللي هو او بديه للمدة سبعة لعشرة ايام. ده في حالة اه لو انا شك. بعد كده كده انا علاجت العيان. نجمع تاني احنا العيان. انا الاول بلحق العيان بأكسجينيشن واشوف اه لازم انا نحافظ على. لازم نحافظ على الاكسجين استراتيش ما بين تمامенных متين تسعة وتسعين في المية في موظم العينين. لو كان عيون يلي او اززيز فاحفظ على التي في المية. لو العيان المينتلاتي بتاعته متقد Shrimp عنده ك resumes جديدة عندو بريجر في اكسجين قليل جدا لكن لازم ادى حطه اولا. اه لو العايان بقى كويس المينتلاتي بتاعته كويس هو كنديديت مع والندنيزة ماسك. ما عندهش اه اه وهي مو ديناميك لا ممكن احطه على آآ بعد كده هبدأ اديلي برونكو ديليتر سواء كان آآ او آآ بديهم سواء. بعد كده ممكن اديلي كورتيكوس سوريت بس انا بخاف طبعا ان هو يدخل في فعشان كده مش مفضل عند معظم الناس عشان مدخلوش في وازود الاكيوت تاني. آآ وديلي ان انتي بايوتك طبعا. آآ احنا كده خلصنا اقول لكم بس الدكتورة ركزت على ايه وخلاص. الدكتورة بعد ما تطمن على عيام تبدأ تعمله آآ بعد ما خلاص احنا على الجنان لان عمله تاني عشان نشوف كان في لأ عمله عشان نشوف الصلاحة ولأ عمله عشان نشوف في في الجسم ولأ كانت ركزت بقى على استباب ام تستخدمه وركزت برضو بتحصل بسبب وركزت على التعليف بتاع اللي هو اللي هو التعليف بتاع المرض عموما وركزت على وركزت على جدا تعم. آآ احنا كده شباب اخلصت يا رب اكون في التوقع ما ضاعت شوقتكم. آآ احنا بجي الصفحة دي كنا بس نتكلم فيها على التعريفات. دي كلامنا على التعريف بتاعه هو الكلامنا هو عبارة عن ترم ما بين حاكتين والانفيزيما وان اهم رسك فاكت معنا هو كانت عقوم من دخلني في اكيوت انا كانت من لقتي على الكاميرك كاكيوت كانت زي عميدي اجنوز من الكليكة اللي هسألها العيان من الابراتوري فاندين من الراديولوجيكا من اي بي جي بعد كيها هبدأ اصنافه عيان تابعة جلد الكوريتوريا قلت كم الجلد مهمة جدا عشان كانت جالنا في الامتحان المانج منتع اكسجين وبرونك دايليتر كوربتيك سترويد وانتوياتيك انا كده خلاص اتمان اشتركوا شكرا جدا ميكم والسلام عليكم وانتوياتيك